مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والمهم على قناتكم الهجرة الشرعية فاليوم جئتكم بفيديو آخر فالكثير منكم من طلبوا مني أن أقوم بفيديوهات أخرى عن وظائف أخرى بعد الفيديو الأول عن كندا ففيديو اليوم يتعلق بكيفية التقديم على وظيفة من الوظائف التي تظهر الآن أمامكم فهي وظائف تخص كل الناس وطبعا أنت ستختار ما يناسبك وفي المجال الذي تريد فقط أكتب سيرة ذاتية احترافية تخص هذا المجال وتدخل على الرابط وتختار الوظيفة المناسبة ومن بين أسهل هذه الوظائف نجد وظيفة العامل العام لأنها ببساطة لا تحتاج لا شهادة ولا خبرة ولا ديبلوم والشيء الأهم من كل هذا وهو أن صاحب العمل لن يطلب منك تصريح الدخول إلى هذا البلد أي صاحب العمل يقبل كل الطلبات سواء بوجود تصريح أو بدون تصريح عمل وهذا مثال بسيط لكيفية التقديم على وظيفة من الوظائف فهنا تضيف اسمك وبريدك الإلكتروني ليتواصلوا معك وتقوم بتحميل سيرتك الذاتية على شكل PDF أو Docomo وهذا الملف لا يجب أن يتعدى 2 ميجا بايت وتنقر على هذه الخانة أنا لست بروبوت وبعدها تنقر على يقدم وتستقبل مباشرة رسالة تقول لك تم إرسال طلب العمل الخاص بك بنجاح وإن تم قبولك إن شاء الله سيتواصلون معك في القريب فكما ترون هي طريقة بسيطة جدا للتقديم والتقديم يكون مجانا كل روابط الوظائف ستجدونهم في صندوق الوصف إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك ليصل أكبر عدد ممكن وتعم الفائدة بحول الله واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا بعد ليصلكم كل جديدنا إلا فيديو جديد والسلام عليكم ورحمت الله